عمرو بن العاص رضي الله عنه تلاحظ في البلاغة والدقة في الوصف يعني لو انه كان من سكان مصر او من يعني شعبها ما وصف هذا الوصف الدقيق لان الذي يكون في الشيء عيناه تأخذ عليه فاذا قلت له صفه لي لا يستطيع ان يصفه بهذه الدقة بينما الخاء الاتي من بعيد عندما يصف فانه يصف وصفا دقيقا جدا لانه يرى الصورة من من الخارج فدائما هذا معروف الذي في داخل المشهد لا يرى المشهد بتفاصيله الدقيقة انما الذي يرى المشهد بتفاصيله الدقيقة هو المراقب المراقب الخارجي الذي يأتي من الخارج ويراقب من بعيد لذا كان وصف عمرو بن العاص لمصر من ادق الاوصاف كما كما زكرت وكما زكر غير واحد لما ورد هذا الكتاب على عمرو قال لله درك يا ابن العاص لقد وصفت لي خبرا كأني اشاهده لله درك دعا يا ابن العاص عمرو يعني لقد وصفت لي خبرا كأني اشاهده يعني بالفعل لما تتمعن في خطاب عمرو بن العاص لعمر بن الخطاب كأن وعمر لم يأتي الى مصر فوصف له مصر كأنه قال يعني كأني اشاهد مصر 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 ادق